أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدر العام لمعهد الإدارة العامة في فا أن القيادة الرشيقة والمرينة اليوم تعد متطلباً أساسياً لارتقاء بالأداء الحكومية مشيراً إلى أن المعهد يسعى اليوم من خلال برنامج القيادة الرشيقة إلى رسم منظور وطريق إداري واضح وصولاً إلى المرونة والرشاقة المؤسسية على صعيد العمل المؤسسي والحكومي بشكل عام نحو تعزيز رشاقة المؤسسية كثقافة دائمة في منظومة العامة الحكومية جذرك خلال انطلاق نسخة الأولى من برنامج القيادة الرشيقة بل الذي جمع نقبة من الوكلاء والوكلاء المساعدين في منظومة العامة الحكومية لمكبة المستقبل بتسرعاته الكبيرة والمتغيرات المسجدة الطارئة والمخطط لها بشكل ديناميكي وتفاعلي مشترك طبعاً هذه الدورة صباح اليوم هي عن القيادة الرشيقة وما زلنا في اليوم الأول نتطلع لي الاستفادة الكبيرة من أجمل ما ممكن أن أعلق عليه في مثل هذه التجمعات أننا نلتقي بزملائنا من الإدارات الأخرى من الوزارات الأخرى ساعدنا اليوم بالمشاركة في البرنامج التقريبي تنظيم معهد الإدارة العامة وبالنسبة حق الجواب على سؤالة أن القيادة في المجال الحكومي لطلع على تجارب الدول والأبرز الممارسات وشلون نقدر نحن نستفيد منها في مملكة البحرين وفي تطبيقها في مجالات القيادة في وزاراتنا أو في الجهات اللي نشتغل فيها وشلون نتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى اللي حاضرين أو مشاركين في البرنامج بحيث نطلع برؤى مشتركة وبآليات موحدة نخدم فيها الجهات اللي نعمل فيها ونطور من العمل الحكومية قيادة الرشيغة عبارة عن طريقة عمل قيادي في الحكومة في تلبية متطلبات العصر الحديث من ناحية سرعة في اتخاذ القرارات في معرفة المعوقات الموجودة وطريقة التعامل معها بشكل سريع ترجمة نانسي قنقر